معي من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام يعني هذه الجماعات بشكل عام إما تحاول أن تنكر إذا ما تم قتل هكذا قيادي بهكذا منصب أم على الأقل تؤخر الإعلان فيك غالب أنهم يؤخرون الإعلان حتى يجدون البديل وفي نفس الوقت يحاولون أن تكون هذه الموجة موجة انهيار المعنويات مسيطرة عليها وبالتالي يجعلون الأمر سرا ولا يدعون أي مصدر من مصادرهم الرسمية أن يتكلم بهذا الموضوع الأخبار أول ما ظهرت على ما تعرف بحسابات الأنصار أو الحسابات الموالية لهذا التنظيم المتطرف التي هي ليست برسمية غالبا هم يصنعون مثل هكذا أشياء حتى تأتي المناسبة لإصدار خاص لرثاء مثل هكذا قيادات تعتبر هي القيادات الباقية كمحرك ومفاعل لهذا التنظيم المتطرف هو خسر الكثير من قياداته وبالتالي الآن بدأت تخسر القيادات الصاعدة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الأولى وهي الطبقة المحركة والفاعلة هو عضو الشورى مثل تركي بن علي وأيضا عضو اللجنة المفوضة وهي المسؤولة على إدارة هذا التنظيم المتطرف في أكثر من 35 فرع له في العالم إنتلاقا من هنا هذه الشخصية تعني الكثير بالزبط انتلاقا من هنا من وضعه من منصبه عضو مجلس شورى عضو اللجنة المفوضة ونعلم بأنه تم استداف الكثير من القادة وهذا يؤثر في التنظيم هكذا الشخص بن علي اليوم كيف يؤثر بمعاركه بداعش على الأرض كيف يؤثر مقتله حقيقة يؤثر فيما يبدو لي في ثلاثة أشياء مهمة أولا أن هذا التنظيم لا يمتلك باحثين وكتاب ومنظرين لما يفعلونه من وحشية ومن توحش بعمليات إرهابية هو كان مسؤول على هذه المراكز المختصة بإيجاد تلك الفتاوى الشاذة والرخص الفاسدة ويحاول أن يجعلها هي دليلا وتبريرا لما يقومون به مثل حرق الكساسبة كان له الدور الأكبر بهذا الموضوع موضوع سبي الأيزيليات سبي المسيحيات العراقيات سبي الشبكيات أيضا هو أفتى بموضوع يعتبر من الشذوذات الكبيرة عند هذه الجماعات التكثيرية هو أيضا أفتى بطلاق المرأة التي تنتمي لفصال المعارضة السورية وبالتالي يجوز لمن يقتل زوجها أو لمن يمسكها أن يتزوجها بعد أن تعتد بحيضة واحدة هذه الفتاوى الشاذة تميز بها هذا ترك بن علي وبالتالي كثير من من وقع في آثام هذه الفتوى الشاذة من هؤلاء المنحرفين من الدواعش تبعوا هذا الشخص على اعتبار أنه يعتبرونه من أعلامهم ومن شوغهم النتيجة خسارتهم لهذا خسارتهم لمركز الأبحاث تبرر لهم ما يفعلونه من وحشية أيضا خسارة ترك بن علي هو خسارة شرافه على مكاتب الخارجية هو كان يدير المكاتب الخارجية داخل المنطقة العربية ليبيا، اليمن، الجزيرة العربية، العراق، سوريا ما الذي كان يفعله في الرقة؟ أيضا هذه خسارة كبيرة يعني غير موضوع الخسارة العمل المكتبي إذا صح التعبير على الأرض يعني بالرقة كيف كان دوره، التحالف استهدفه هناك، ما زال التقدم بالرقة يعني حتى الآن العاجل أن قوات سوريا الديمقراطية تحرر سد البعث في الرقة إلى أي درجة هذا يؤثر بالأداء على الأرض بالوضع الأصلا متردي؟ حقيقة ذهابه إلى الرقة بحسب ما سرب من المراصد المختصة في الجانب السوري أن وجوده وجود القيادة، أنه تسلم القيادة وبالتالي كان المفروض منه أن يرفع معنويات من بقي من هذه الجماعة الإرهابية للدفاع بالطريقة التي تقاتل بها ما بقي أو بقايا في الأول هذا التنظيم المتطرف في المدينة القديمة في الموصل هم يريدون أن تتشابه الصورة بين الموصل والرقة في عمليات قتال على طريقة الأرض المحروقة فأرسلوا هذه الشخصية التي تعتبر لها كارزمية وتأثير كبير في عناصر هذا التنظيم المتطرف عندما يتم استهداف هكذا شخص بالتنظيم بهذا المنصب يكون مستهدف شخصيا؟ أم استهداف قادة بشكل عام في التنظيم؟ لا حقيقة أظن الأمرين جميعا الأول أن هناك دوائر معلومات واستخبارات هي تتابع كل من يرتقي إلى منصب قيادة من هذا التنظيم المتطرف وأخرى أن هذه الشخصية هي لشخصها مطلوبة على اعتبار لما يمتلك من إدارة ملفات ومتابعة مكاتب في عمليات التجنيد الخارجي بالتالي معظم دوار الأمن والمعلومات الخارجية تريد أن تستهدفه بالقتل أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام لهاشم الخبير في الجماعات المتشددة